اشتركوا في القناة شملهم ويظهر زيفهم في كل عصر يظهر الذين يريدون أن يشكك الناس بدينهم وينشر شبهاتهم التي لا تقوم على قائمة ولكن قد تسري هذه الشبه على أناس أصحاب فكر بسيط ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن علماءها هم ورثة الأنبياء فإن العلماء يتصدون لهذه الشبهات ومن بين هؤلاء العلماء يتميز المفكرون أهل الفكر الذين يتصدون لهذه الفلسفات الباطلة والشبهات التي تزلزل عقول الناس ولكنهم يعيدون الحق إلى نصابه في القرن الماضي في ستيناته وسبعيناته وثمانيناته اشتاح العالم العربي واشتاح من ضمن العالم العربي الأرض المقدسة فلسطين فلسطين التاريخية ما سمي في ذلك الوقت باسم المد الشيوعي وكان العلماء الذين تصدوا له وكان من ضمن الذين تصدوا له تصدوا لهذا المد وفندوه وبينوا شبهاته وأن أساسه واهن كبيت العنكبوت أستاذنا الشيخ بسام جرار الذي نتشرف باستضافته في هذه الحلقة أهلا وسهلا شيخ بسام أهلا وسهلا بكم بارك الله فيك ولم يقف عطاء الشيخ بسام عند التصدي لهذه الشبهات شبهات الماركسية والإلحاد والعلمانية وكل تلك الشبهات التي اشتاحت الأمة وكان بحمد الله سبحانه وتعالى أحد الفرسان الذين ردوا على هذه الشبهات وبينوا أنها سفسفة باطلة وأنها لا قيمة لها ولكن واصل عطاءه بأن أقام منهجا جديدا بل هو منهج عميق منهج قائم على أسس قوية تمتد بتراثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم كتابه منهج يراعي الزمان ويراعي عطاءات الزمان ويعطي للقرآن الكريم معاني هائلة ضخمة سيكتشف البشر بعد حين معاني أخرى أعظم لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم الذي لا تنضب ولا تنتهي عجائبه وأسراره وأيضا كان لشيخنا المبجل كان له إضافة فيما سمي فيما بعد بالإعجاز العددي بل كان أحد أهم رواد الإعجاز العددي منذ قرابة ثلاثين عاما أظهره وأقام أسسا قوية له وبين كيف يكون هذا الإعجاز العددي وسيلة لتثبيت الإيمان وإثبات أن القرآن الكريم هو كتاب الله بدون أن يستطيع أحد أن ينازع تلك الأدلة إلا الذي لا يريد إلا أن يتبع هواء في هذه الحلقة نحاور شيخنا الشيخ بسام جرار مدير مركز نون للدراسات الكرآنية نحاوره حول قضايا فكرية قد يقف أمامها كثير من أهل الفقه وأهل العلم حيارة كيف يجيبون وكيف يقدمون الأدلة الناصعة القوية التي تبرهن ما يقوله هؤلاء المدعون من زيف نجادله ونحاوره في قضايا فكرية متعددة ومتنوعة ونبدأ في موضوع ترجمة نانسي قنقر